صهاريج عدن أو صهاريج الطويلة في مدينة كريتر مديرية صيرة وتحديداً في واد يعرف بواد الطويلة تقع صهاريج أسفل مصبات هضبة عدن المرتفعة حوالي 800 قدم عن سطح البحر بنيت هذه صهاريج لتخزين مياه الأمطار من أجل استخدامها في الزراعة والشرب ولحماية مدينة عدن من السيول التي تسبب دماراً كبيراً كل عام استمرت صهاريج في رفض المواطنين بالماء منذ تأسيسها حتى تم مد شبكة المياه إلى المنازل قبل وقت قريب تعد هذه الصهاريج من أبرز المعالم التاريخية والسياحية التي يحرص على زيارتها السكان المحليون والسياح العرب والأجانب القادمون إلى مدينة عدن وتدل على عمق الحضارة اليمنية القديمة هذا المعلم التاريخي الذي بني منذ مئات سنين وحسب الروايات أنه بني في عهد الغساسنة طبعاً كان الغرض من بناء هذا الصهاريج كخزانات مياه ينتفع فيها الناس الساكنين في هذه المنطقة طبعاً هذه العقوبة فيها التركيبة الهندسية التي بني فيها هذا الصهاريج بحيث أنها تحافظ على المياه وكيفية استفادة منها في مواسم القفاف بحسب دراسات أثرية حديثة فإن الحميريين هم من شيدوا هذه الصهاريج التي تخزن قرابة 14 مليون و600 ألف لتر من الماء تظهر الصهاريج مدى التفنن الهندسي والعمراني وعبقرية التخطيط لخزانات مترابطة كحبات العنب وتتكون من سلسلة متواصلة من الأحواض تبدأ في سفوح جبل شمسان وتنتهي بوادي الطويلة الذي يصب في مياه البحر بخليج عدن صمدت هذه الصهاريج آلاف السنين منذ تشهيدها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلا أنها لم تعد تتحمل التماسك أكثر وأصبحت بحاجة للترميم والاهتمام إذ لم يتبقى سوى ثمانية عشر صهريجا من بين خمسمائة وخمسين صهريجا طمر أو انهار كما تبدو ملامح الخراب والإنهاك على ما تبقى منها بعد آلاف السنين من الحضور والعراقة والتجذر في عمق الذاكرة اليمنية كانت الصهاريج قد خضعت لعملية صيانة بدأت في العام الف وثمانمائة وأربعة وخمسين وانتهت في فبراير من عام الف وثمانمائة وتسعة وتسعين وبعد قرابة المائة والعشرين عاما من آخر صيانة لها أصبحت بحاجة إلى إعادة صيانة عاجلة ليبقى سؤال في انتظار إجابة هل سيتكفل إهمال الحكومة بتدمير ما لم تدمره الحرب وهجمات الميليشيا أم أنها ستحاول تسجيل حضورها ولو لمرة واحدة ترجمة نانسي قنقر